الحقيقة الخبر ده برضو عقوبة القمة قمة السلة قرر اتحاد كرة السلة توقيع عقوبة مالية على كل من الثنائي أحمد ياسر لاعب الزمالك وعمر عزب لاعب الأهلي على خلفية أحداث مباراة القمة التي انتهت بفوز الأحمر 86-85 وأوسط لجنة المسابقات بتوقيع عقوبة على اللاعبين واعتمادها من مجلس الإدارة الاتحاد المصري لكرة السلة طبعا برئاس دكتور مجد أبو فريخة وجاءت أركاد تالي تغريم أحمد ياسر عبدالوهاب لاعب الزمالك مبلغ 20 ألف جنيه تغريم عمر عزب لاعب النادي الأهلي يبلغ 10 ألف جنيه الحقيقة أنا لا أدافع عن حد أخطأ بس كاميرا كتوضحة أنا الحقيقة ما أعرفش عمر عزب هل عمر عمل حاجة ولا ما عملش اللي أنا شفته واللي مصر كلها شافته إن أحمد ياسر عبدالوهاب حتى أنا ما اتكلمتش لو حضراتكو تتذكروا يوم المباراة كان أول مباراة يوم مباراة الإسماعيلي كان الصبح والقضية بالليل كانت مهيب بيحط التالتة التلات نقط في السلة بس أنا ما اتكلمتش لأن اللي أنا شفته المنظر اللي أنا شفته إن لاعب نادي الزمالك حضراتكو شفته عمل إيه أحمد ياسر عبدالوهاب لكن هل عمر عزب عمل حاجة أنا ما شفتش خلص إن عمر عزب حاجة وبعدين ما هو حتى لو عمل ما هو عمل رد فعل الأمور أخرى مع إن أنا ما شفتش إنه هو عمل حاجة عشان بس ما حدش يقول إن إنت قلت إنه هو عمل يعني أنا ما شفتش إنه عمر عزب عمل أي حاجة ولا هي حاجة توازنية بمعنى إن إنت عايز تدي للعب الزمالك حاجة فدي اللعب الأهلي نصه كده عشان إيه الدنيا تمشي يعني والجمهورين ما حدش يتكلم هنا وما حدش يتكلم هنا كنوع من الاحتواء اللي إحنا بنشوفه خلال هذه الفترة احتواء في كرة القدم واحتواء في كرة السلة أنا مش فاهم الحقيقة أنا الحقيقة مش فاهم هو يعني تقبلنا وقعدنا نقول يا جماعة وكنا فرحانين بولدنا في مباراة الإسماعيلي أو إخواتنا الصغيرين في مباراة الإسماعيلي وهم بيؤدوا وبيعملوا على الرغم من إن كل في ناس ما بيشجعوش إن نادي الأهلي الحقيقة عملوا أو طلعوا تكلموا وقالوا يعني ضربة الجزاء مش ركل الجزاء وناس تانية قالت أصله مش عارف مين وإنت عندك باهر المحمدي كان أستحق إنه هياخد كارت أحمر ركل الجزاء صحيحة مية في المية وسكتنا وعدينا هنا احتواء وهنا احتواء في كل حتة في احتواء يا نظرية التوازن دي خلاص يا جماعة لو لعب من النادي الأهلي هو أنا بقول هو لو لعب من النادي الأهلي أخطأ من فضل حضرتك عقبه ولكن لو لعب من النادي أخطأ من فضل حضرتك عقبه ما تعبليش توازن ما بين الفريقين لمجرد إن أنت تراضي من الاتنين فالحقيقة أنا مستغرب جدا خلينا ننتظر إيه اللي حيحصل في هذا الأمر لكن في النهاية هي دي العقوبات اللي صدرت من الاتحاد المصري لكرة السلحة ترجمة نانسي قنقر